أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف ستيران أن تونس تشجل عدد وفيات هو الأعلى في المنطقة العربية والقرى الإفريقية وتمر بوضع صعب قد يزداد سوءا وبالتالي تحتاج البلاد إلى مساعدة ولقاحات وقال ستيران أن تشجيل أكثر من مائة وفاة في اليوم في بلد يسكن حوالي 12 مليون نسمة يعد رسبة كبيرة بالفعل وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء وبلغت نسبة الوفاة حينها 50 حالة لكن وصل عدد الوفاة اليوم إلى أكثر من 16 ألف حالة وتم تشجيل أرقام قياسية اقتربت من 200 وفاة يوميا خلال الأيام الأخيرة تعت الخارجية والأمريكية مواطنها إلى عدم السفر إلى تونس وعدد من الدول الأخرى بسبب تفشي جائحة كورونا مشيرة إلى مواصلة مراقبة ظروف السحة والسلامة في جميع أنحاء العالم والعمل مع مراكز السيطرة على الأمراض والوكلة الأخرى وذلك وفقا لأحدث نسخة لإرشادات السفر الاستشارية التي تواصل إصدارها الخارجية الأمريكية استنادا لتطورة الأوضاع في وقت أكد فيه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على العمل عن كتب مع الحكومة التونسية لتقديم اللقاحات المضادة لكورونا التي تعهدت بها واشنطن بعد أن سجلت تونس مؤخرا زيادة ملحوظة في عدد الإصابات والوفيات هذا ولا يزال استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يثير خوف التونسيين بشأن قدرة السلطات على تطويق رقعة انتشار عدوى الجائحة وتخفيف تداعيتها الاقتصادية والاجتماعية رغم استمرار الارتفاع اليومي لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا والوفيات إلا أن حصول تونس على نحو مليونين وثلاثمائة ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا منحت التونسيين جرعة أمل في مجابهة الوباء سنحاول التعرف على أراء أو ردود فعل التونسيين بعد أن تحصلت تونس على هذه الكميات من اللقاحات اليوم هل أنتم متفائلون ببداية جلب اللقاحات إلى تونس بإمكانية تجاوز الأزمة أم ما زالت ربما هناك خوف من قدرة السلطات على مجابهة الوباء التفائل بالنسبة ليانا موجود مش مش موجود نحن فرحانين بالنسبة القليلة اللي جات من الجرعات لكن فما خوف كبير اللي سيطر على النصور على نسبة كبيرة من المواطنين حسب اللي ترى على الميدان كان يحلوا الباب متاع الكوفيد هذا قسم كوفيد 19 تشوف الحالة المواطن عنده دور عنده استهتار شوية استهتار لكن الدولة زيدة ما قامتش بواجبها زيدة الدولة ما جابتش تلقيح في الوقت المنسب ميدانيا يتفاقم الضغط على المستشفيات العامة في البلاد ما دفع مكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرات تدعم تركيز مستشفيات ميدانية في مختلف مناطق البلاد بينما يطالب ناشطون في قطاع الصحة بفرض حجر صحي شامل في البلاد اليوم احنا في مستشفى بن عروس وصلت طاقة الاستيعاب معناها بالنسبة لمرضى كوفيد 300% بعض الاقسام اللي فيها طاقة الاستيعاب تجاوزت حتى 300% من المؤكد ان كل معناها مجهود بشي خففلنا من الوطأ هذية وبشي سهل لنا عملية معناها التكافل بالمرضى هذوما في الشارع التونسي تزداد حالة الاحتقان الاجتماعي إذا ما يصفه البعض بفشل حكومة هشام المشيشي في إدارة أزمة فيروس كورونا وتخفيف تدعياتها السلبية على حياة الناس جلال موانع الحراء تونس